كلهم قامة يعني كلهم ناس في برامج بقى ناديم يعني ما بنساهاش تقريبا اللي هو كانت بتيجي على القناة تانية تقريبا وبعد كده التلفزيون يخلص مثلا اللي هو برنامج نادي السينما فانوراما فرنسية تاكسي الصهرة حديث المدينة زي ما انت قلت في برنامج كنت بحبه جبا خلف الأصوار خلف الأصوار يا سكري يا رب خرط بين النور والظلام والله كنت بحبه طور جا والكاميرا في الملعب لا انا مكنتش بتابعة كورة يعني احنا الحد النهاردة لسه مزيكتها معانا في الدماغنا كنت أحب المزيكة عرف وش التلفزيون ده كان ممتع التلفزيون بيخلص والشاشر ونهج هو دائما يقف فيه القرآن الكريم النشيد الوطني كان فيه أوطال الليل ده المزيكة على صورة وردة تقريبا أوطال الليل وشاعر شوية عليها وبعد كده يجيب القرآن الكريم بعد كده النشيد الوطني وبعد كده برضو ده كان لي يعني خلاص احنا هننام بقى يعني حتى هننام بقى كلام من ذهب طبعا الجميل اعلامي الطريق علام طبعا بالوقتي ازح ذهب زوجة زميلة الجميلة طبعا جينا رمز اكيد طبعا طبعا وكمان دنيا الاطفال اسلمة الاطفال طبعا ده كان برضو برنامج من اهم البرامج اللي كانت بتأطور لجميلة وقديلة عزة مصطفى بالزبط صح كده صح كده بصر يا جماعة مهما تكلمنا عن حياتنا وإحنا صغيرين وعن التلفزيون كلامنا مش هيخلص لان التلفزيون هو اللي ربنا التلفزيون هو اللي خلق جوانا حاجات ممكن ما كناش يعني نكسبها أو نكتسبها يا وقتها يعني من اللي حوالينا لان هو اللي خلق فينا انه عندنا قدوة في حياتنا من خلال الرموز وكمان الناس التاريخية اللي احنا شفناهم من خلال الشاشة كفاية كمان المزاعين وقتها يعني ما شاء الله كلهم نجوم كلهم ناس تستحقن هي تكون موجودة على الشاشة وتعلمنا منهم منهم طبعا لرحمهم الله وكمان منهم دلوقتي اللي موجود حاليا ربنا يدي لهم الصحة ويطولنا في عمرهم طبعا ومهما اتكلمنا عليهم مش نخلص الكلام بس دي كانت نافذة بسيطة على التلفزيون